السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا من متسبعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا سنحلل القصيدة تنتمي الى تجربة سؤال الذات. اذا قبل ان ابدأ الناس لما اشتركش في القناة كنت منع لان اشترك وتفعل زر الجرس. باش ان شاء الله توصل بكل جديد كنحطوه على قناة الحميدي. اذا فالقصيدة هي على الشكل التالي. اذا يقول الشاعر ايليا ابو ماضي في قصيدته بعنوان غرامية. اذا يقول الشاعر ايليا ابو ماضي. اذا مباشرة سنشوف الشاعر اللي هو ايليا ابو ماضي سنتعرفه على التجاه اللي كنتنتمي له الى القصيدة اللي احنا فصدت تحليل دياله. اذا هل مؤشر لول ايليا ابو ماضي. واخا. باش غنعرفها ايضا يعني انها قصيدة كنتنتمي الى سؤال الذات. مشي الى احياء نموذج او لا الى تجربة شعرية اخرى. هذه نمشي الاخر سؤال. سياغات خلاصة تركيبية تستمر فيها نتائج تحليل وتبرز مدى اسهم تجربة سؤال الذات. سؤال الذات. اذا ما غاليش نقرأنا القصيدة باش يعني من 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 يعني من من طولش في الفيديو. اذا عيناكي والسحر الذي فيهما سيارتان شاعر ساحرة. علمتني الحب وعلمته بدر الدجا والغصن والطائرة. مهم تتقرأنتم القصيدة كلها. هذه نقرأنا غير الاسئلة مباشرة اندوز الى الاشتغال على هذه القصيدة طبعا مقدمة وتحليل وخاتمة. اذا انت اطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي. اذا هنا طلبوا منا اننا في بداية نديروا واحدة لمقدمة لها متكاملة ومتماسكة. طبعا كين فيكم اللي غاد يقول لي هنا وما قلنش مع صيعة فرضية. فعل اخوان الفرضية والات مهمة والات ضرورية انكم تديروها. وخاما تلواش منكم ان يراها ضروري خستكم تديروها. هاتش يراها جديد في القديم ما كانش. وانما اني الان ولت الفرضية ضرورية ومهمة. تلخيص مضامين النص. تلخيص مضامين النص. استخراج يعني الافكار الاساسية اه من القصيدة. تحديد الحقول الدلالية المهمين في النص والمعجم المرتبط بها. وابراز العلاقة القائمة بينها. اذا نستخرجوا الحقول المهمين في هذه القصيدة. ونستخرجوا الكلمات او المصطلحات اللي هو المعجم المرتبطة بكل حق الدلالي معين. ثم سنعطيه في الاخير العلاقة التي تربط بين هذه الحقول. او لا ثلاثة او لا. مهم دكشي لا نستخرجوا. غرصة الخصائص النص الفنية. شوفوا معايا طلبوا مننا الخصائص الفنية كلها. يعني سنستخرجوا الصور الشعرية. وسنستخرجوا البنية الايقاعية. وسنستخرجوا الاساليب. ثم في الاخير سي خلاصة تركيبية تسمير فيها نتائج تحليل. وتبرز ماذا اسم تجربة سؤال ذات. اه في تطوير الشعر العربي الهاديث. اذا على بركة الله نبدأ. اه التحليل ديالنا ديال هاد القصيدة التي تنتمي الى تجربة سؤال الذات. اذا ظهر سؤال الذات. هذه مقدمة. ظهر سؤال الذات استجابة لما استجابة لما عرفه العالم العربي منذ القرن العشرين من تغييرات اجتماعية وفكرية وثقافية. هذه التغييرات دفعت الكثير من الادباء الى اعادة النظر في الموروث الشعر القديم. وتولدت لديهم الرغبة في ابداع شعر يقطع الصلة بالقديم وينفتح على الجديد. هو ذلك من خلال التركيز على المضامين ذات البعد الرومانسي تتمحور حول الذات تحدهم في ذلك مرجعيتهم. مرجعيتهم النفسية والوجدانية والفكرية محورا. اسمحوا لي عوتد محورا. محورا لتجاربهم الشعرية. فعبروا عن المعاناة والقلق الوجودي في ظل واقع يتحكم فيه التخلف والاستعمار. وقد اتخذوا الحلم ملاذا للتعبير عن ذواتهم. ذواتهم. وهكذا تشكل تشكل الخطاب الرومانسي في مدارس. وهي مدرسة الديوان التي يمثلها العقاد وشكري وشكري اسمحنا وشكري والمازيني. وجماعة ابولو التي يمثلها علي محمود طها واحمد زاكي ابو شادي وابو القاسم الشابي ومدرسة المهجر التي يمثلها جبران خليل جبران وميخائل نعيمة وإليا ابو ماضي. ويعتبر هذا الاخير من ابرز شعراء هذا الاتجاه. علاش خلينا الاخر لانه هو لفسدت حليل القصيدة ديالو. اذا فما ما ضامين القصيدة ما الخصائص الفنية للقصيدة والى اي حد استطاع الشاعر تمثيل خصائص خطاب تيار الذاتي. شوفوا معايا. مهم هاد ثلاثة الاسئلة مهمة واساسية. سؤال الاول انه كيتم حور حول المضامين. والسؤال الثاني كيتم حور حول التحليل. والسؤال الاخير كيتم حول كيتم حور عفوا حول التركيب. هاد ثلاثة الاسئلة ضرورية ومهمة لإخوان. ودي ما تنقول لكم الاسئلة اللي احنا تنطرحوا. الغاية منها هو اننا نجعب عليها في التحليل ديالنا. لكننا غادي نطرحوا شيء اسئلة اللي احنا ما غاديش نجعب عليها في التحليل ما كيلاش لانا كنشوف اه عدد منكم يعني تطرح الاسئلة اه اسئلة ما عرفت الله منك يجيبها وتطرحها لنا يا. اذا فهذهك الاسئلة غادي تكون يعني اه خاطئة. الكنت يعني ما غاديش تجعب عليها في التحليل ديالك. اذا الاخوان ربما تقدر جيكم انتم المقدمة طويلة شوية. ولكنها مقدمة يعني اه يعني كتحتارم جميع الشروط اللي خاصتكم في المقدمة. الاجتكم طويلة فما كن بس انكم يعني اه تتتتغروها شوية. اه اول لا بامكانكم انكم يعني تكتبوا مقدمة ديالكم انتم خاصة غير رجاء انتجنبوا ذوك المقدمات الجاهزة. واللي يعني كيستعملها عدد كتير. اخوض المقدمة بالانترنت. ونخصها بطريقتك انتا وباسلوبك الخاص. صافي. شوفوا الاخوان. ضروري من اللي غا تنتقلوا الى فقرة اخرى. خلي واحد شوية. يعني بشي. جي واحد الجمالية. في في النص اللي انتم ما يعني في النص ديالكم. خا. ان المتأملة في هذه القصيدة يدركوا من الوهلات الاولى. ان شكلها. اني غنطرحوا الفرضي هنا. اخرى. من الوهل الال التأملة. ان شكلها لا يختلفوا في شيء عن القصائد العربية القديمة. شدرنا. درنا. يعني ملاحظة بصرية. لا الشكل ديال القصيدة. فهي من الشعر العمودي. الذي يقوم على نظام شطرين المتناظرين. صدر واعجس. ويتقيد فيه صاحبه بنفس بنفس الوزن والقافية والروي. اما على مستوى البيت الاول من التأملة الذي يناجي فيه الشاعر إذن هنا يدرنا الشكل القصيدة يعني مؤشر الأول هو الشكل القصيدة المؤشر الثاني هو أننا يعني شنا البيت الأول الذي يناجي فيه الشاعر حبيبته التي سحرته بعينيها ومن خلال هذان المؤشران يمكننا أن نفترض أن القصيدة تنتمي إلى تجربة سؤال الذات إذن فهل مضمون القصيدة يؤكد صحة هذه الفرضية إذن هنا أعطينا فرضية لقراءة النص كما قلت لكم فهذا السؤال ما طالبه هناش منها ولكن ولت مؤكدة وضروري أن نقدرها وكتكون عليها 0.5 أي نص نقطة وبانتقالنا إلى مضمين إلى مضمين هذه القصيدة سنجدها تتمحور في بدايتها حول منجاة الشاعر لحبيبته التي سحرته بعينيها فسيرته شاعراً وعلمته الحب الذي علمه الطبيعة وكذا معاناة هذا الأخير إثر غياب حبيبته يعني معاناة هذا الأخير كنقضبه والشاعر والتجاؤه إلى الطبيعة بمظاهرها المختلفة ليبوح بشكواه وأحزانه لها لينتهي في الأخير أو لينهي عفواً قصيدته بمشاركة الطبيعة ألامه وأحزانه إذن هنا شوفوا معايا ما تنديروش نظام العوارض الإخوة رايش نمطلوبنا وأننا نكتبو نص متماسك متكامل بين الفقرات دياله إذن كين فيكم اللي تجيه نمتنا المضامين كيقولك وباستخراج المضامين وقدر عوارض نزيد أن الشاعر تحدث في بداية وقدر لنظام العوارض لا لا ما تديرش نظام العوارض إمكانك مثلا أنك تدير نجد مثلا بأن الشاعر تطرق في بداية قصيدته إلى ولينتقل في إلى كذا ولينهي قصيدته قصيدته عفواً بكذا وكذا صفي أما نظام العوارض لا ما نقبلش من كذا الشي هذا وللتعبيري لا نستخدم ندخل شوي هنا وللتعبيري عن هذه المضامين فقد وظف الشاعر حقلين دلاليين هما إذن نتقل بهنا إلى سؤال الموالي للي قالوا لنا استخرج الحقول المعجمية الدلالي أفضل والمعجم المرتبط بها وشنو قالوا لنا إبرز العلاقة القائمة بين الحقلين إذن والتعبيري عن هذه المضامين فقد وظف الشاعر حقلين دلاليين هما حقل الذات وحقل الطبيعة ويتكون الحقل الأول من المعجم الآتي إذن غنعطيه هنا جوج ديال الحقول كيفاش غدستخرجوا الحقول إذن غدي نشوفوا القراء والقصيدة كلها وإلى قرأناها كلها كما كتشوفوا معي غدي نلقوا بأنه كتتمحور حول جوج ديال الحقول الحقل ديال الذات اللي كي عبر فيه الشاعر عن عن الحاسيس دياله والسعمل يعني الضمير المتكلم وحقل الطبيعة إذن يستعملوا واحدة مجموعة من المصطلحات اللي كدلين على الطبيعة إذن المعجم الآتي سيارتني عيني أن أناجي مثلي أشكو مقلتي إلى غير ذلك بينما يتكون الحقل الثاني من بدر الدجا الغصن الطائر القمر الضحى البلبل الوردة إلى غير ذلك من المصطلحات دبعا بعدما استخرجنا الحقلين سنستخرجوا العلاقة التي تربط بي ذاته إذن إن العلاقة التي تربط الحقلين هي علاقة تكامل وانسجام والتي تكشف عن معاناة الشاعر الداخلية إذن عطينا العلاقة وعطينا فشكة تكمل أو فشكة تجلة هذه العلاقة القائمة بناء الحقلين شنو غدينتقلوا ده بغنتوا أقلوا إلى صور شعرية الإخوان أنا هندرت صور شعرية بلون مغاير أنتو ملا ما غديرش بالطريقة صور شعرية والإقاع والأساليب أنا هندرتها يعني على شكل عوارب ولكن انتو ما غديرها في نص متكامل ومنسجيب أما على مستوى أولا بانتقالنا إلى صور شعرية أولا مثلا مهم شي تعبير من هذه التعبير الخاصة بكم أنتو ما يعطيش تنتقلوا إلى صور شعرية إياكم ثم إياكم أنكم تديروا العوارض را خاطأت شي الإخوان صور شعرية وظفت شاعر مجموعة من الصور شعرية التي هيمنت عليها الاستعارة إلا قريتو غيرت الاستعارة قد كان قلب على تشبه تشبه ما كانش ما تقيتوش إذا مثلا استعملت أدب تشبه كالكاف مثلا أو لمثلة فما لقيتش هذه الأدوات إذا استعملت هنا غير الاستعارة فأضفت طابعا إنسانيا على مظاهر طبيعة وفاشكت جلة إذا أناجي البلبل الشاعر إذا الشاعر يناجي البلبل إذا فلا يمكن للبلبل أن يناجيه الشاعر إنما يناجي الإنسان مثلا الإنسان طائر تائه حائر لا يمكن للطائر أن يكون تائها حائرا وإنما الذي يكون تائها حائرا هو الإنسان بطش الهواء لا يمكن للهواء أن يكون باطشا أو بطش الهواء أما على مستوى الإقاع فنجد أن وظف الشاعر إقاعين الإقاع الخارجي الذي اعتمد فيه نظام الشطرين المتنظرين ووحدة القافية والروي والبحر إذا قدرتوا أنكم تتخرجوا البحر ديالكم بعدما تدروا التقطاع العروضي ديال البيت شي بيت مؤين من القصيدة فلا بأس بذلك وإلا ما استطعتوا أنكم تتخرجوا البحر فلا تقولوا مثلا وقد نظم الشاعر وقصيدته على بحر من البحور الخارجية الستة عشر صفي؟ وبيني وبينكم هنا وخائني لما درتوا البحر فمشي مشكلة حتى علاش إتطاكم هنا صور الشعرية والإقاع والأساليب صفي؟ إلا استخرجوا في الإقاع الخارجي غير نظام الشطرين المتنظرين وتلقى فيه والروي فكافي ولكن في حالة مما تنقلكم غير الصور الشعرية والإقاع فعاد ممكن تقولوا لي وقد نظم الشاعر وقصيدته على بحرين من البحور إلا غير ذلك أما على المستوى الإقاع الداخلي فنجد هاي من التكرار تكرار بعض الأصوات بحلاش بحل السين والشين والراء إلا غير ذلك وتكرار بعض الكلمات بحلاش الشاعر الوكر حائر مثلي إلا غير ذلك وتكرار بعض الاشتقاقات إلا غير ذلك من الشقاقات الأخرى المجموعة من الكلمات الأخرى مثلا مثلا نقول كتابة كتابة نستخرج منها كاتبون مكتبتون كتبون صفية أدونا نقصده بالشقاقات بحل مثلا السحر اشتقنا منه الساحر علمتني علمته الهجرة الهاجر الزاجر الزاجر إلا غير ذلك من الشقاقات الأخرى اللي ما ذكرتش هنا إلا بانتقالنا إلى الأساليب سنجد أن غالبة الأسلوب الخبري إلا لدينا الأساليب الإنشائية والاساليب الخبارية الاساليب الانشائية ما القناش هنا اذا اللي القن هنا هما الاساليب الخبارية اا كين فيكم اللي ما غديش يعرف او اللي غادي نبغي نذكر له يعني الاساليب الانشائية فرا غادي تلقاوه في القناة ديالي كنشرح هاد الاساليب الانشائية والاساليب اا الخبارية اذا غلبت الاسلوب الخباري على النص مما يفيد ان الشاعر كان تحت تأثير الرغبة في الإفصاح عن مشاعره الداخلية وخاء إذن إلى حدود الآن جاوبنا على الصور الشعرية وعلى البنية الإيقائية وعلى الأساليب أنتم ديروها في نص منسج متكامل إذن هنا سنتقل مباشرة إلى الخاتمة إذن نتشيل مطلوبنا في الأسئلة ونحترمنا الأسئلة والترتيب ديالها وبعدها هذه المراحل الطويلة من التحليل نخلص إلى كون قصيدتنا هذه هي قصيدة نموذجية لتجربة سؤال الذات على اعتبار أن الشاعر إليا أبو ماضي قد أفلح في تبني مختلف أليات شعر الوجداني وذلك من خلال اعتماده على الأبعاد التأملية لذات الشاعر من قيم وجدانية وحاسيس صادقة وللتعبير عن ذلك فقد اعتمد الشاعر على لغة سهلة وبسيطة وبنية إقاعية تجمع بين الجديد والقديم وصور شعرية اعتمدت على الحيلولة في الطبيعة والتشخيص وجنحت إلى الإيحاء والتعبير وأسلوب تهيمن عليه الجمل الفعلية والخابرية والاستعمال ضمير المتكلم إخوان إلاشتوا معايا هذه الخاتمة فهي خاتمة صالحة لأي نص تهدر أو لأي قصيدة تهدر لنا على سؤال الذات إذن فإلى كتبتها بهذه الطريقة هذه طبعا مع تغيير بعد الحواج بحل مثلا الشاعر إلى ذلك فكونوا أكيدين على أنكم ستجيبوا فيها ربعات ديال النقاط كاملة ربعات ديال النقاط مهم مهم ماذا ربعات ديال النقاط لأنتم ما تتركزوش على الخاتمة ديالكم أنا دبرا مسفتين لواحد العداد يعني متلا من مسفتين لتحليل واحد القصيدة حطيتها لهم وقتهم حلو لعوة طوالية حطيتها لهم في اليوتيوب مسفتين لها في الانستغرام طبعا هذه الخاتمة تلقهاش كما يعني يجب أن تكون الخاتمة إخوانا الخاتمة لها ربعات ديال النقاط فركزوا الخاتمة ديالكم وما تنسواش ومن ثم فإن هذه تجربة رومانسية نموذج فريد لتجربة الشعرية الذاتية وبعودتنا للفرضية التي سبق وأن طرحناها فإنها فرضية صحيحة ضروري نأكدو الفرضية ديالنا في الأخير ديال القصيدة إذن كانت من لكم حد كان عندكم شي تساؤل يخليوه لي في التعليق والله يعاونكم